اشتركوا في القناة في تيار سياسي اجي اخذ وزارة في الفاتورة ب71 دولار على اللبناني صارت ب38 ب76 صارت ب38 نزلت للنص في الشعب اللبناني ثلاث مرات زيادة صار معه تليفون ما كان قبل معه الانترنت صار 15 مرات 18 مرات هذا موضوع لانيقاش مع الوزير انا من يجاي نيقاش وزارة يعني انت بدك تحكي بطار طاقة اذا بدك تحكي بطار طاقة تحكي بطار طاقة عم تسألني ليه عالمات استفاهم كثير ميري حول حول الأداء وحول الشغل وحول النوعية وحول الجودة السيد مرسيل الاشياء بتنقس بالحياة بالأرقام مش بالمزيجية لبنان الدولة ما قبل الأخيرة في العالم في سرعة الانترنت متفوقا على جزيرة فنواته فقط من أصل 185 دولة شملتها دراسة لشركة أكامي الدولية تقرير محمد بركات من أصل 185 دولة حول العالم حل لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث سرعة تنزيل الانترنت فوفقا لتقرير أكامي الدوري عن سرعة الانترنت حول العالم حلت هونج كونج في المرتبة الأولى حيث يبلغ متوسط سرعة الاتصال بالانترنت 66 ميجا بايت في الثانية تليها كوريا الجنوبية بسرعة 63 ميجا بايت في الثانية واليابان 52 ميجا بايت وسنجافورة بسرعة 50 وهناك سويسرا في المرتبة العاشرة والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 12 والكويت في المرتبة 13 السويد في المرتبة 19 الخبر السعيد والوحيد بالنسبة إلى اللبنانيين هو أن متوسط سرعة الاتصال بالانترنت حول العالم زادت بنسبة 19% مقارنة بالأشهر الأخيرة على أساس سنوي بلغ 44% وفي ذيل القائمة حلت أفغانستان في المرتبة 167 بسرعة ضعيفة بلغت 0.95 ميجا بايت في الثانية وحلت السودان في المرتبة 173 بسرعة 0.85 ميجا بايت في الثانية أما لبنان فحل في المرتبة ما قبل الأخيرة أي 184 بسرعة بلغت 0.10 ميجا بايت في الثانية متقدما فقط على جمهورية فانواتو التي حلت في المرتبة الأخيرة بسرعة بلغت 0.09 ميجا بايت في الثانية أي أن لبنان عمليا هو الطوش ولا يختلف عن جمهورية فانواتو إلا بواحد على مئة وفانواتو هي مجموعة جزر جنوب المحيط الهادئ مساحتها غير محددة لكن المسكون منها لا يزيد عن مساحة بلدة لبنانية وسكانها 243 ألف فقط بيوتها من الخشب والخيزران هي بالطبع مفخرة جديدة يمكن لللبنانيين أن يضعوها إلى جانب سحون الفتوش والحمص التي يتفوقون بها على بقية سكان الكوكب مفخرة أن يتفوق على شعب فانواتو في ذيل قائمة الكوكب الإنترنتية استهلوا استهلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة